جسر لم يبنيه بشر عاديون وإنما بناه اثنان من العمالقة يبلغ طوله 12 متران ويحوي أكثر من 40 ألف عمود من البازل أثار حيرة العالم وظل لغزاً عبر التاريخ فما حكاية جسر العمالقة ومن الذي بناه؟ وهل حقاً هناك أسطورة شهيرة وراء بنائه؟ في أيرلندا تحديداً في مقاطعة أنترام في الساحل الشمالي من أيرلندا الشمالية يوجد واحد من أغرب الجسور التي يمكن أن تسمع عنها في حياتك جسر غريب موجود منذ آلاف السنين لكنه ليس مجرد جسر عادي إذ يبلغ طوله 12 متراً ويتكون من 40 ألف عمود من أعمدة البازلت السوداسية هو ما يسمى بجسر العمالقة ويعتبر واحداً من أكثر الأماكن المخيفة في أيرلندا هذا الجسر دارت حوله العديد من القصص والحكايات غير المفهومة وتعتبر بمثابة الأساطير الخيالية يقال إن ذلك الجسر بني منذ أكثر من 60 مليون عام ونشأ بسبب ترسبات بركانية نتيجة نشاط بركاني قديم عمره تعد ملايين السنين ويرجح العلماء أن هذا هو السبب العلمي وراء بناء هذا الجسر لكن تنتشر أساطير شعبية كثيرة حول هذا الجسر لدرجة أنه يقال وفقاً لأسطورة إنجليزية قديمة إن الجسر بني بواسطة عملاقين اثنين كان أحدهما من فنلندا والآخر من سكوتلندا وقيل إنهما تصارعا لسبب لا أحد يعرفه لكن الصراع كان على أشده بينهما تقول باقي الحكاية إن العملاق الفنلندي أراد الهروب من العملاق الاسكوتلندي فقام الأول بحفر الأرض ليهرب بعيداً عن الآخر في البحر واستغل أن العملاق الاسكوتلندي لا يعرف السباحة جيداً من هنا نشأ هذا الجسر الغريب وساعدته زوجته العملاقة في التخفي من العملاق الاسكوتلندي والهرب منه وأنه ما استطاع الهروب منه بالفعل لكن بالطبع هذه مجرد أسطورة متداولة في المخيلة الشعبية وليس هناك دليل على وجودها على وجه الحقيقة بالطبع فإن العلماء لا يعترفون بتلك الأسطورة وظلوا يبحثون عن الأسباب العلمية التي أدت إلى حدوث ذلك ولم يتوصلوا إلى شيئاً سوى أنه بسبب الترسبات البركانية ليس أكثر يعتبر هذا الجسر من عجائب بريطانيا ويجذب إليه الكثير من السياح حيث إن المكان يمتاز بطبيعة خلابة وطيور مميزة وأنواع مهددة بالانقراض من الطيور مثل الفولمار وأب النمرس وإلى جانب ذلك أيضاً توجد أنواع نباتات نادرة موجودة بجانب هذا الجسر ومن الصعب إيجادها في أي مكان آخر دخل الجسر ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو عام 1986 هذا بسبب أهميته التاريخية والثقافية واعتبرته آيرلندا محمية طبيعية منذ ثمانينيات القرن المنصرم ليظل هذا الجسر يحمل عبق الماضي وقصصاً أسطورية ولغزاً كبيراً حول قصة بنائه التي لم تحسن بعد حتى الآن رغم مرور ملايين السنين